السلام عليكم ازايكم امبارح عملت حالة جيت قولت حرارك ان منظمة اوبك عملت اجتماع قوي جدا واجتماع كان مفاجئ لان القرارات اللي زادرت فيه ما كانش فيه حد في العالم كله كان يتوقعها ايه ده فجأة كده السعودية اخدت قرار انها تخفض الانتاج بتاعها مليون برميل في شهر وليو القادم مش بس كده منظمة اوبك كلها اتحدت انها تبقي على تخفيض الانتاج الطوعي لحد نهاية 23 مش بس كده ولحد سنة كمان يعني لحد برضو نهاية 24 والاول مرة منظمة اوبك بتعلن عن خطة لمدة عام مستقبلي فالموضوع ده دايق جدا للغرب وادى الاشتعال اسعار النفط بشكل كبير جدا لدرجة ان اسعار النفط وصلت ل 77 دولار لبرميل بس في مفاجأة من العارة الثقيلة النهاردة الصبت العالم الصحي على انخفاض شديد في اسعار النفط طب ايه اللي حصل مين اللي عامل كده مين اللي خلى السعودية تخفض الانتاج بتاعها عشان تزود الاسعار وام هو داخل وام غرق الاسواق مين اللي عامل كده هتيجي تقولي انا عارف مجرد روسيا وموضوعنا فهو حاولك لا امش روسيا حد مفاجأة من العارة الثقيلة وحد فاجأك بشكل كبير جدا بس عشان اقولك هو مين وقولك هو عامل كده ليه لازم اقولك نتقصة ملأو قبل اخش في الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو الحقيقة انا مش معايا راعي انا معايا اختراع جامد جدا دلوقتي فيه ناس كتيرة بتحب تفتح شركات في دبي بس بتبقاش عارفة انهي طريق يوصلها لكده يعني ازاي هتروح ويمين هتروح عشان تفتح شركة في دبي خاصة ان دبي هي من اولى وجهات الاستثمار في العالم حاليا ففي شركة اسمها ابشر ابشر هي اكتر شركة واكتر شركة ممكن تعتمد عليها في انشاء الشركات في دبي هتساعدك تعمل كده وتأسس شركتك بشكل قانوني وهيكلي بكل سهولة يعني الشركة بتحطك عالطريق الصح بس المحتاج بقى تروح وتسأل مش محتاج ان انت هتلف وتدور بالعكس هتروح لشركة اسمها ابشر هيحطوك على الطريق الصحيح وبكل سهولة اريد اقولك ان اكتر حاجة بتميز الشركة دي السرعة يعني انت مش فتاك تقعد وقت كتير عشان تنشئ الشركة بتاعتك لو اعتمدت على ابشر هتساعدك بشكل سريع جدا وهتنشئلك الشركة بشكل احترافي وقانوني للغاية لأكتر من كده ان فيه مستثمرين كتير جدا اعتمدوا عليهم ومشاهير على فكرة قدروا ان هم يفتحوا شركاتهم هناك في دبي وعايشين وانا عرفهم شخصيا اعتمدوا على ابشر دي هسيب لحرارك الرابط بتاع شركة ابشر اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معيهم نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول ايه اللي حصل مبارح في منظمة اوبيك وايه الكرارات اللي تلعت وازاي الكرارات دي قدت لانخفاض اسعار النفط مش زيادة اسعار النفط ليه؟ لان انا جيت قلت حرارك مبارح ان منظمة اوبيك هتخفض انتاجها بشكل كبير جدا واكتر دولة هتخفض انتاجها هي السعودية بدل ما بتنتج 10 مليون برميل في اليوم هتنتج فقط 9 مليون برميل في اليوم معنى كده ان السعودية هتخفض انتاجها بمليون برميل وهي الوحدة طيب السعودية عملت كده ليه؟ بقرار منفرد لسبب بسيط ان السعودية كانت عاوزة من نظمة اوبيك كلها تخفض الانتاج بشكل كبير بس معرفتش تقنع الاعضاء والاول مرة تحصل مشدة بين اعضاء اوبيك مثل من السعودية ومن السعودية هتخفض الانتاج من المسكوهة في اقتمع اوبيك والاقتمع على فكرة استمر 5 ساعات ليس عادت اقتمع اوبيك إنها تستمر عادت الساعدي كلها فهه موضوع خطير كده دوحسن ايش سيت فهاجتاك ال از اوبيك بيكس سيكهزت از اانغلائي از انجري كإنجري كيفسلوك از اولاي اخشرت التلقى اوارساغك شوواتسيجا لمشتوا قرار كشمات اوبيك ويبن ازت كذلتك هج 2024 بان مستنيهوز كيبست 1.4 مليون هوردو والتشكنتيك انابي كترميليست ايج از نابون تا كبيرل 40 مليون هوردو لس والحقيقة ان بعد الاجتماع ده ما تم اصدار قراراته طلع وزير النفط السعودي عبدالعزيز بن سلمامو كان واضح جدا ان هو بينتقمت من كل الناس اللي حاولت تشكك في قدرته على التحكم في منظمة ابيك وحاول ان هو يرد على العالم الغربي كما نفعل في عامل كما نفعل في عامل كما نفعل الناس الذين انتظروا لقرارات التحكمة لقرارات التحكمة لقرارات التحكمة للنهاية عام 2014 ويجب أن أسمعه هذا السعودي لليپ وهي مليون بارل لديه مليون بارل ويجب أن يدخل وقاطق حطت رجل عرجل وقامت مستنية الأسعار تقفز بشكل كبير لدرجة إن أكتر من بنك توقع إن الأسعار هتعدي الواحد وتمانين دولار اللي عاوزها السعودية أنا جيت قولت حراج إن اقتصاد السعودية على حسب صندوق النقد محتاج سعر برميل النفط يصل لواحد تمانين دولار عشان السعودية تنقفز خطط التوسعية بتاعي وبالفعل برميل النفط بدلا بكان بـ 72 دولار وصل لـ 77 دولار حد هنا الكلام مشي عادي جدا جدا بس حقيقة إن موقع اسمه أيل برايس موقع أيل برايس كان أول حد علق على الاجتماع ده تعليق كان قوي جدا بيقولك إيه بيقولك خلي بالك مش مسهل دولة تاخد قرار أحادي بخفض الإنتاجة يعني مفيش ولا دولة تانية خفضت إنتاجها والسعودية فقط خفضت إنتاجها مليون برميل القرار ده قرار قوي جدا ليه؟ لأن تحس كده هما كاببين عنوان المقالة كده داد إزماد داد يعني الأب زعلان أو متنرفس وإيه أيل برايس تحاول تفسر المقالة بتاعتها وتقولك زي ما السعودية خفضت الإنتاج بتاعها مليون برميل هو قرار تقديلي أو قرار في نوع من أنواع اتباهي بقدرة السعودية في التحكم في أسعار النفط وقدرة السعودية على تنفيذ اللي هي عزاية في سوق النفط أنا الواحدي أخفض الإنتاج مليون برميل عشان أعلي السعر مش محتاجها كلكم بس في نفس الوقت خلي بالك النزام السعودية خفضت إنتاج مليون برميل لو باقي الأعضاء مسمعوش كلامها ممكن تنقلب عليهم وبعد كده تزود إنتاجها عشان تضرب أسواق النفط وتأذي باقي الأعضاء وتقوم حرب النفط بين أعضاء منظمة أبل والحقيقة إن أول برايز بتقولك أكيد أكيد السعودية لما تيجي تنقلب على أعضاء أوبك مش هتبقى أصدر إمارات اللي هي واخدة مثلا 200 ألف برميل زيادة من حصتها في آخر اجتماع خلي بالك الاجتماع الأخير ده بينص إن الإمارات من بداية عام 2022 من حق أنها تزود إنتاجها ل3 مليون و200 ألف برميل بدل من 3 مليون بس وهو نوع من أنواع استرداء الإمارات الوحيدة التي ستكون خارج هذا الإطار أي لن تلتزم بالتخفيضات حتى نهاية 2024 هي دولة الإمارات التي اعترضت في وقت سابق على عمليات الخفض المشروطة إذ تستثمر دولة الإمارات بشكل مكثف في قطاع الإنتاج النفطي وتريد أن تجد طبعا ثمارات هذا الاستثمار وسيسمح لها بإضافة 200 ألف برميل يوميا ليصبح الإنتاج 3 مليون و220 ألف برميل يوميا فأكيد السعودية مش قصدها الإمارات أو حتى دول الخليجية إنها توريهم إنها قادرة على الإنكلاب عليهم وقادرة على التحكم في أسواء النفط زي ما هي عاوزة لأ أكيد هي قصدها حاجة تاني مين؟ روسيا مثلا خلي بقى إنه لسه موتتلكش بمفاجئة أنا بس ماشي معاك فالمقارة بتاعة أول برايس تقول لك خلي بقى إن روسيا بالنسبة للسعودية مشكلة كبيرة جدا روسيا مخفضتش الإنتاج بتاعها وحتى من وظامة أقلت بلاس في اجتماعها ما أشرتش إن روسيا يجب إنها تخفض إنتاجها أو إنها تلتزم تخفيض الإنتاج على فكرة ده الروس قالوا في اجتماع إبريل الماضي إن هم هيخفضوا الإنتاج 500 ألف برميل وبرغم كده ما نفزوش الكلام ده كله وحينفزوهم بداية السنة فأكيد السعودية قصدها روسيا بس في نقطة هنا عاوز أركز عليها خلي برك روسيا حاليا صعب جدا التحكم فيها صعب جدا ليه؟ لأن الروس في حالة حرب وما ينفعش إن انت تفرض شروط أو تطلب طلبات من دولة في حالة حرب خاصة لو هي بتعتمد على صدرات النفط في دعم اقتصادها لا فعش تيجي تقول لها قال ليه لإنتاجك؟ طلب غير منطقي لا الراجل ده بيصدر النفط عشان يعرف يعيش فأنت تيجي تقول له خفض الإنتاج بتاعك أو خفض تصديرك للنفط ومش هيسمع كلامك هو الراجل بيكلمك في حاجة حياة أو موت مش بيكلمك إنه هو بينفسك مثلا أو أنتو داخليه في حال التنافس لا ده الراجل بيموت جنوده بتموت محتاج فلوس أكتر عشان يعرف يصمد وساط خمسين دولة بتاعك أوكرانيا فالرجل بيخوط حرب عالمية محتاج فلوس في أوقع تفتكر إن روسيا حتنصت للسعودية بمنتهى البساطة والسعودية تيجي تقول لها خفضي إنتاجك فاتخفض إنتاجها مش حينفع فاللي حصل إيه؟ اللي حصل يا سيدي إن بعد ما سعر النفط ارتفعت ل77 دولار اتهابت التاني ليه؟ هل الروس دخلوا أغرقوا الأسواق بعد ما سعودية أعلنت إن في يوليو القادم حتخفض إنتاجها مليون برميل؟ الحقيقة لا الموضوع مش كده الموضوع إن السوق نفسه فيه مشكلة كبيرة إزاي؟ خلي بالك الطلب من حيث الصين أو من سوق الصين يعني مش زي من طاقة اقتصاد الصيني ما استعدش الحيوية بتاعته فعدد برميل النفط اللي عزها الصين مش زي ما هو مقمول تاني حاجة خلي بالك فيه ركوت في أوروبا وفيه ركوت في أمريكا فأسعار النفط بعد ما ارتفعت بتاعت الأسواق تشوف لأ عادي مش بس كده عاز أقولك إن السعودية على حسب أول برايس برضو علت أسعار النفط لأسيا خلص قد إيه؟ 48 سنت للبرميل علت بس 48 سنت عاز أقولك إن الدول الأسيوية دلوقتي بتشوف بدائل عن النفط السعودي أولاً لقي إن السعودية حتقل إنتاجها مليون برميل فحيحصل الفجوة بالنسبة للأسواق الأسيوية اللي بتصدر لها السعودية تاني حاجة السعودية غلت أسعار النفط بتاعتها فالأسواق الأسيوية بتدور على بدائل وتحس كده تحس إن قرار السعودية بخفض الإنتاج مليون برميل ما كانش مدروس قوي على فكرة اللي قايل الكلام ده أو عتفتكر إنه أنا أو مثلاً توقع الشخصي أو أي حاجة خالص تعرف اللي قايل الكلام ده مين؟ رئيس بنك ستاندر أمبورس طلع قال على فكرة السعودية بتتعامل إنها البنك الدولي للنفط وما ينفعش إنها تاخد قرار بخفض الإنتاج مليون برميل بالشكل ده ده قرار تعسفي وقرار قوي جداً وغير متوقع وما ينفعش إنه يحصل أصلاً وما ينفعش إنها تاخد قرار بخفض الإنتاج مليون برميل أنا عاز أقولك إن القرار الشعودية بخفض إنتاجها مليون برميل هو لسه ما تنفذ اللي هيتنفذ الشهر الجاية بس القرارات اللي زي دي بتأثر على أسواق النفط بشكل كبير كبير جداً قبل ما تتنفذ كمان وده اللي حصل أسعار النفط بتابعت 77 دولار بس بعد كده نزلت فتحس كده فيش هماتة من البنوك الدولية فتحس كده فيش هماتة من مستوردي النفط والأكتر من كده فتحس كده فيش هماتة من الأمريكان ليه؟ ليه الأمريكان مبارح طالع جون كيربي على حساب سيانان؟ الصحفيين بسألوه بيلوه إيه رأيك في اللي بتعملوا السعودية ده؟ السعودية بتخفض إنتاجها مليون برميل فتكر هيحصل إيه لأسواق النفط ورد فعل أمريكا هيكون إزاي؟ الرجل في رد فعل جريب جداً كان هادياً؟ والحنشوف أسعار النفط حتب أعمل إزاي؟ كيف يستطيع في تقول ساعد the decisions الذهب عليهم الأجهد einen تسليحوا البقاء لإد Marriage Like letting them speak for their decision to cut production, what we're going to stay focused on is making sure that there's a balance between supply and demand you see the price of oil was not dramatically affected by this announcement of these additional cuts and the price of gasoline continues to come down so the president's going to stay focused on what's best for the لا لا ولا قال حناخد تدابير واجراءات وحنشوف حنعمل ايه مع السعودية وحنرجع علاقاتنا خالص ولا كأن القرار ده يمس امريكا خالص طلع قال حنشوف اسعار النفط هتمشي ازاي الحقيقة في نغز ما هو اكيد السعودية عارفة مسبقا كل الحاجات اللي قدت لخفض اسعار النفط ودرسة كويس جدا اثار انها اتخفض انتاج النفط مليون برمية وبرغم كده اخدت القرار والقرار ولا كأنه سمع في السوق اكيد في حد لعب في السوق اكيد في حد لعب في سوق النفط عاوزت تعرف هوني؟ هقولك مقالة نازلة في يهو فينانس يهو فينانس نادرا ما بتكتب مقالة عيدلة انا بعتمدش خالص عليها في تحليلات الاقتصادية خالف بس الراجل فجر مفاجأة من العادة الثقيل قالك خلي بالك حاليا السعودية مش بتخوت حرب مع الدول الاعضاء في اوبر ولا بتخوت حرب مع الروس ولا بتخوت حرب مع اي حد بيمتج نفط مع عدل امريكان السعودية بقرارها الاخير خفض الانتاج مليون برميل هي قصدها تدمير صناعة النفط الصخري في امريكا او حربته على قال ليه؟ خلي بارك لازم تعرف ان اكتر رقم وصلت له امريكا في انتاج النفط كان 13 مليون برميل في اليوم امتى قبل فيروس كورونا فطول فيروس كورونا التانية كانت اتهبدت ووصل انتاج النفط بعد فيروس كورونا لعشر مليون برميل لحد ما جه جو بايدن في عشرين واحد وعشرين وزي ما تقول بصم على صناعة النفط في امريكا وقام قايل انا مش هشجع التنقيب على النفط الصخري اي حد عاوز ينقب ينقب خارج الاراضي الامريكية وحتى السواحي الامريكية مفيش كلام كده كان تحس ان جو بايدن اعلن الحرب على شركات النفط الامريكية بس لما وصل سعر البنزيل او سعر الديسل داخل امريكا لخمسة دولار هنا جو بايدن تراجع في كل قراراته السابقة تحس كده نبروتو وهو ده اللي بيقوله الكاتب يعني نبروتو اصبحت اكثر رقة تجاه شركات النفط الامريكية برغم ان في قرارات بتطلع كل شوية كده ممنوع التنقيب هنا ممنوع التنقيب كده بس خلي بالك ان جو بايدن اصبح اكثر تسامح مع شركات النفط الامريكية وخلي بالك من نقطة مهمة جدا الفرق بين شركات النفط الامريكية وباقي دول العالم هو ان شركات النفط الامريكية هي قطاع خاص مش تحت ايد الحكومة يعني مش الحكومة تقول لها خفاضي تخفض وزودي تزود لا حكومة توفر فرص ليه شركات النفط شركات النفط تشتاكل ما توفرش فرص شركات النفط مش تشتاكلش ليه بقولك كده لان صعب جدا تحكم في شركات الخاصة الامريكية انما اوبك هي شركات حكومية يعني ارامكو دي تبع الحكومة السعودية نزل النفط تاني يوم ده قرار حكومي مش قرار شكة خاصة خالص فبرغم كده برغم صعوبة التحكم في شركات النفط الامريكية الا ان جو بايدن ساعد وساهم ان شركات النفط الامريكية تزود انتاجها وادى ان انتاج النفط في امريكا في شهر يونيو يونيو انا مش جاي اكلمك على فبراير مثلا او جاي اكلمك على السنة اللي فات لا لا يونيو 12 مليون و 700 ألف برميل انا جيت قلت حالك ان اقصى انتاج للنفط الصخري في امريكا كان 13 مليون معنى كده ان امريكا وصلت تقريبا بفرق 2% عن اقصى انتاج تاريخي ديها امريكا يا جماعة هي اللي بتغرق الاسواق بشكل جيد جدا ده اللي عاوز اقولك حالي انت عارف الكاتب بيقولك ده مش انتاج النفط فقط ده مستويات تصدير النفط في امريكا وصل مراحل تاريخية وبيين لك الجراف حطيلك الجراف وعاوز اقولك ان هو كاتب فوق الجراف البس يا سعودية اللي هو كاتب كده قالك تيكت سعودي عاربي بكتبها قاصد مستويات تصدير النفط في امريكا بتزيد بشكل كبير جدا بتوصل لمراحل تاريخية امريكا استفادت من حرب روسيا ووكرانيا عكس العالم كله يعني فيه اثار كاريسية على الاقتصاد الامريكي بس فوايد الحرب دي على الاقتصاد الامريكي اكبر بكتير ازاي؟ اعوز اقولك ان صدرات البترول صدرات البترول ارتفعت صدرات الديزل ارتفعت صدرات وقود الطائرات ارتفعت في امريكا صدرات الغاز روسيا بطالة تصدر غاز لاوروبا امريكا بتاخد مكانها امريكا دلوقتي من اكبر دول عالم تصديرا للغاز الطبيعي لاوروبا لازم تعرف ان الامريكان اصبحوا بياخدوا مكان السعودية وروسيا في الاسواق الاوروبية نفط وغاز وعشان كده مطمئنين تماما ان السعودية مش هتعرف تأثر على قرارات اسواق النفط زي الاول هم عارفين ان اوبيك السعودية تعرف تتحكم فيها كويس جدا وعا فكرة اوبيك بلس اوعي تفتكر انه هو تحكم سعودي مية في المية ده تحكم سعودي روسي اماراتي هزا هم دول متحكمين انما اسواق النفط امريكا دخلت في اللعبة امريكا بتاعت تزود انتاجها الرئيس امريكي جو بايدن لحس كل وعوده قالك بيئة مين بيئة مين يا باشا الاقتصاد بتاعي بيجرأ انطلق فتح الابواب لشركات النفط الامريكية شركات النفط الامريكية بتصل لاعلى معدل تاريخي في انتاج النفط وانا متأكد ان بخلال يونيو شارل احنا في ده هتلاقي مستوى انتاج النفط في امريكا وصل ل13 مليون برميل ما يعني اعلى مستوى تاريخي نشوف الايام الجاية ايه اللي بيحصل خلي بالك عشان كده الامريكان هدين جدا انتجاه قرارات اوبيك ولا كأنها بتعنيهم والمسئول الامريكي ولا كأنه شايف حاجة وامريكا هي اللي بتعني الحرب على روسيا والسعودية وامريكا هي اللي بتغرق الاسواق في الاخر انا جاي هدي نفوس هو عتزعل مني انا جاي هدي نفوس بين امريكا والسعودية ليه ليه السعودية مش عاوزة صناعة النفط في امريكا تزدهر لسبب بسيط ان انت بتدي الامريكان كل حاجة عشان يغدروا الشرق الاوسط عشان يبصوا للشرق الاوسط ده منطقة مالهمش فيها مصالح ما خلاص هو بينتج النفط بتاعه محافظة على اسواق النفط كل حاجة تمام انت ما فيش في ايدك جبير بيترو دولار وخلاص السعودية بتاعكم القرارات ممكن تكون تعصفية بس مش تجاه اعضاء اوبك فقط تعصفية تجاه الامريكان اللي بيحاولوا يشنوا حرب على النفط بتاع الشرق الاوسط هنشوف الايام الجاية ايه اللي هيحصل يرابا كنت شراحة لحضراتك المضاء بشكل مبسط ويا رب نصر مصر رب نصر العرب تحية مصر سلام موسيقى موسيقى يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابة حميك يا رب العالمين